الاجتماع الوزري العربي في دائرة الضوء الأردن يوسع مشاورات عودة سوريا سلسلة اتصالات مع دول عربية لبحث مشاركة دمشق في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر مصادر أردنية قالت للشرق الأوسط أن اجتماع عمان التشوري ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها خريطة طريقا لتعاون عربي سوري واسع السعودية تسابق الزمن لإنجاح قمتها تعنون الأخبار اللبنانية من المرجح أن يكون للاتفاق السعودي الإيراني تأثير إيجابي لفرص رجوع دمشق إلى الجامعة تكتب اندبندنت عربي إذا كان من الصعب تحديد توقيت العودة بدقة تامة فمن المحتمل أن يحدث ذلك قريبا وسيكون هذا تطورا مهما لأنه سيمثل خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وبقية العالم العربي اجتماعات المسؤولين العرب مع رئيس النظام السوري وبعض أركان حكمه تؤكد أن التطبيع مع بشار الأسد بات حتميا نوعا ما بانتظار معرفة التنازلات التي يمكن أن يقدم عليها ذلك الدكتاتور بحسب وصف الفينانشل تايمز تشير سلسلة اللقاءات والاجتماعات في الأشهر الأخيرة إلى أن عزلة الأسد الإقليمية قد تقترب من نهايتها مقابل تنازلات قليلة لا تعود عن الانتهاكات الوحشية لقواته أثناء سحق الاحتجاجات وتدمير المناطق التي كانت خارج سيطرته تقول